أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السعي الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض بقطع السياحة والأثار الذي يحظى باهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لما له من دور كبير في الاقتصاد المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف حركة السياحة والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأسواق المستهدفة وما يثم تنفيذه من إجراءات لتشجيع السياحة الوفيدة إلى مصر من عدد من الدول وتناول الاجتماع جهود تطوير الفنادق السياحية في مدينة شرمشيخ والعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية صديقة البيئة وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناقب سابع وعشرين